بيبدأ المسلسل بأولا وجوزها هشام وبيكون معهم مامتها اللي اسمها سهير وأولادهم الاتنين سليم ونادية وبيكونوا رايحين يحتفلوا بعيد ميلاد سليم عند جدته نازلي أم هشام وبتبدأ توصف أولا حياتها وبتقول إن هي سعيدة ولكن برضو الحياة الزوجية طبيعية يبقى فيها مشاكل وبتكون سهير مامة أولا رايحة معاهم وهي مدية عشان راحين يعملوا عيد ميلاد سليم عند أم هشام نازلي فبتعلق أولا وبتقول لأمامتها بإن هشام مش بيقول لأمامته على أي حاجة لا فطبيعي إن هي تطلب تعمل عيد ميلاد سليم عندهم على عكس أولا بيكون هشام شخصية هادية ورزينة شوية ومش بياخد كل حاجة على عصابه لأنه لسه طالع من أزمة قلبية وهو لسه ما كملش 45 سنة فبيحاول يبقى هادي عشان قلبه ما يتعبش بيوصلوا لبيت نازلي مامة هشام وبيكون واضح على أولا أمامتها بإنهم مش طايقين بعض وإن أولا أمامتها جايين بس عشان خاطر هشام بيبدأوا يحتفلوا بعيد ميلاد سليم وبيكون معزوم معاهم سورة بانتخالة هشام واللي بتشتغل في بانك وصاحبهم دكتور شريف دكتور نفسي زي هشام وبيكون معا مراته رانا بيبدأوا يحضروا الأكل وبيكون هشام واقف يشوي على الشوايا فشريف يمدحوا بإن هو دكتور شاوي فأولا بتقول إن الدكتور هو اللي يتبل وجهز اللحمة مش اللي ميز الكريشة يهوي وخلاص كأنها بتحاول تلغي دور هشام وبتكمل أولا وبتقول بإنهم بيعملوا لحمة في المناسبات بس لإن هشام ممنوع من أكل اللحمة فبيبص لها هشام وبيتدايق ولكنه مش بيعلى وهنا بتعلق سلمة بانتخالة هشام وبتقول لأولا بإن هي طبعا بايت ست بيت شطرة خصوصا إن هي سابت شغلها وبايت متفرغة لبيتها وبس فهنا أولا بتبدأ تنظر عليها وبتقول لها بإن كل واحد بيختار اللي ناسبه وزي ما انت اخترت الشغل فأنا اخترت بيتي وبتقول إن هي لو كانت اشتغلت فعمرها ما كانت هتبقى فاهمة أولادها قوي كده هنا بتدي أولا لبنتها نادية طبق في لحمة فبتقول لها نادية باستغراب إن هي نباتية بقالها أكتر من سنتين فبتتحرج أولا وبتلحق نفسها وبتقول بإن ده طبق سليم مش طباها وبتقول أولا إن هي مربية أولادها كويس ومؤدبين فهنا سليم بيشتم واحد وهو بيلعب على التليفون فبتتحرج أكتر وبتفضل إن هي تسكت لحد هنا بيخلصوا عيد الميلاد وهم مراوحين بيشيلوا حاجات من العربية فبتشيله أولا مع الشام عشان هو تعبان بس بتبدأ تقطمه وبتقول إن هي بتشيل معاه عشان أمه ما تقولش عليها تاني إن هي كانت السبب إن هو جاله أزمة قلبية فبيقول لها إن أمه ما كانتش تقصد كده فبتستغرب أولا وبتقوله إزاي يجيلك أزمة قلبية وأنا مزبطة لك حياتك وأكلك والنومة هنا هشام بيقف وبيتفاجئ من كلامها وبيقول لها إن هو مش قادر يفهم إزاي هي بتلومه إنه جاله أزمة قلبية وبيقول لها مباشر كده إن هو مش قادر يكمل وإن هو عايز يطلقها بتسكت أوله وما بتقدرش ترد وبيسيبها هشام وبيطلع لبيه بيطلعه فوق وبيقول لها هشام إنه قال للأولاد بإنه مسافر كم يوم وبعدها بيقول لها إن هم هيرتبوا مع بعض إزاي يقولوا لأولادهم ولكن أولا بتفضل سكتة وما بتردش عليه بيطلب منها إن هي تتكلم فبتترجع أولا إن هو يرجع عن قراره ده وبتقوله إن هي مستعدة تغير أي حاجة عشانه وإن هي ببطل تتكلم مع ممتوحش ولكن هشام بيوضح لها بإن هي ستة كويسة بس هو مش مبسوط معاها فبتقوله أولا ومين مبسوط البشر كلهم تعبنين فقال لها إنه كان زمان قبل ما يتجوز كان مبسوط وإنه هو إنه يغير حياته ويعيش حياة جديدة خصوصا إن هو جاله أزمة قلبية وهو لسه ما كملش 45 سنة فبتتخانق معها عولها وبتبدأ التحدث على المخدات وبتقوله يبقى أنت أكيد مفكر إن أنا اللي جبتلك أزمة قلبية بجد بيمشي هشام وبتفضل عولها في حيرة وبتبقى مش مصدقة اللي هشام قاله لها وإنهم بعد 13 سنة وبينهم أولاد هينفصلوا بيلمي هشام شنطته وبينزل من البيت بيعد كم يوم بتبدأ ناديا وسليم يسألوا مامتهم عن باباهم وبتبدأ أولى نفسها تحس بمسؤولية مضعفة عليها من شؤون بيتها ومشاكل أولادها وبتحس إن هشام شال إيده وسبلها المسؤولية كلها لوحدة وبتفضل برضو متوقع إن هشام هيكلمها ويقتزر لها وكأن مفيش حاجة حصلت ولكن بتزهق وبتيقس وفي يوم بتتصل هي على حاماتها بتبدأ تشتكيلها من اللي هشام عمله بتطلب منها إن هي تتدخل ما بينهم وتصلح ولكن حاماتها نازلة بتتخلى عنها وبتقول لها إن هي مش هتقدر تتدخل في حاجة زي كده على الرغم من إن هي كانت بتتدخل فأدفع الحاجات بينهم بيبدأ عدم وجود هشام في البيت كأب مخلي أولى مضغوطة أكتر وبتبدأ تحس إن الحياة الزوجية فعلاً بتبقى مقسومة على اثنين رغم إن هي بتقول إن هي الأول كانت فاكرة إن هي اللي كانت بتعمل كل حاجة في البيت ولكن غياب هشام كشفها قدام نفسها وقدام أولادها وحست إن هو كان شايل معاها في يوم بتوصل أولى أولادها للمدرسة وبتقابل هناك ميس كاميليا مسؤولة شؤون الطلبة في المدرسة واللي بتقول لها بإن هي حاولت تتصل بها عشان موضوع ضروري عاوزها فيه ولكنها ما كانتش بترد عليها وبتكون أولى فاكرة بإن هي عاوزة تتكلم معها في موضوع الطلاق ولكن كاميليا بتقول لها إن هي عايزة تحدد معاد معها تجمعها هي وهشام وبتتفق معها على يوم معين بتيجي بعد كده سهير عشان تزور بنتها لإن هي بتتصل عليها ومش بترد ولكن أولى بتعمل نفسها مش جوه ومش بتردها تفتح لها فالبواب بيقول لها بإن الجرس ممكن يكون مش شغال عشان الكهرباء قطع وبيكون معاكرة شحن للكهرباء وجايبوا لأولى فبتفضل سهير تخبط على الباب لحد ما بتروح أولى تفتح له وبتعمل نفسها إن هي كانت قيمة من النوم بيقعدوا مع بعض وبتقولوا أولى الموتها على موضوع طلاقها من هشام وبتحكي لها الحكاية كلها فبتدقى جدا سهير وبتسألها عن الأسباب لأن هي متخيلة بإن الغلط من عند أولى فبتقول لها أولى بإن كل الحكاية إن بعد السنين دي هشام اكتشف إن هو مش مبسوط معاها فبتطلب منها مامتها إن هي تروح للشام وتتكلم معاه فأولى هنا بتقول لها إن الموضوع بالنسبة للشام منتهي وبتحاول أولى تتهرب من مامتها ومن كلامها وبتقول لها بإن هي مشغولة في حاجات كتير وإن هي هتروح تجيب العيال من مدرستهم فسهير بتقول لها إن هي هتروح تجيب هدومها وتيجي تقعد معها في البيت بتلاحز بعد كده نادية غياب أبوها عن البيت وبتحس إن مامتها بتقدم لها حاجة ضعيفة لغيابه فبتتكلم مع أمها على انفراده بصراحة وبتعرف منها بإن أبوها عاوز تطلقها فبتعايت نادية وبتتدايق تاني يوم بتقوم أولى على صوت المنبه وبتاخد حباية لعلاج الاكتئاب وبتبدأ تجهز بسرعة عشان ما تتأخرش عن الاجتماع اللي عاملها ميس كاميليا لها هي وهشان في المدرسة بتديها هنا مامتها إزازة مية ما أري عليها وبتقول لها إن واحد من الشيوخ أري عليها عشان تشرب منها وربنا يسلح لها الأحوال فبتاخد منها عولة الإزازة وبتريحها وبتروح للمدرسة وبتلاقي هشان فبتازم عليه يشرب من الإزازة ولكنه بيقول لها إن هو مش عد شان بيدخلوا سوا لميس كاميليا المكتب واللي بتقول لهم بإن سليم بقى مود من جيمز والن دا ما أثر على تحصيله الدراسي وإنهم لازم يعالجوه ويتابعوه ويهتموا بيه عولة بتتدايق وبيبقى باين عليها وبتتعمد هنا إن هي تاخد حبات اكتئاب تانية قدام هشام وبيكون برضو باين عليها التوتر جدا فبيبص لها شام باستغراب وبيبص على رجليها وبيلاحظ إن هي لابسة فردتين شراب مش شبه بعض فبيفهم إن هي عايزة ببين له إن هي وثقة في نفسها ومتماسكة بيس كاميليا بعد كده بتعرف إنهم هيتطلقوا فبيتقول لهم إن دا مش مبرر على إهمالهم لسليم لإن معظم أولياء الأمور عندهم في المدرسة منفصلين بس عادي بيهتموا بأولادهم فبيخلصوا المقابلة معها وبيخرجوا سوا وبتسأل أولى هشام هيعمله إيه مع سليم فبيقول لها بإن كاميليا ديم أفورا بس هو هيكلم شريف صاحبه ويودي له سليم لإنه هو دكتور نفسي فبيتحس أولى بإن هشام مش مد الموضوع حجمه خصوصا أصلا إن هشام دكتور نفسي برضو وبتفصفه بإنه بارد وبتقول له إن نادية بنتهم عرفت إن هما هيتطلقوا فبيتدايق منها هشام وبيقول لها بإنهم كانوا متفقين يقولوا لهم سوا عشان يرتبوا كلامهم ولكن هي أخلب بالاتفاق ده فأولى قالت له إن نادية زكية وضغطت عليها وبيبدأوا يتخنقوا وسط المدرسة بيضطر إشام يمشي وبتاخد أولى أولادها وزينة عشان ترواح وزينة دي تبقى صاحبة نادية وبيبات معهم في البيت لإن أبوها مروان دكتور قلب وبيكون مسخر كل وقته لشغله خصوصا بعد وفاة والدة زينة لإنه مش حاسس إن بنته بتحبه عشان هي فكرة إن هو السبب في وفاة أمه في البيت بتحكي أولى المامتها عن الخناء اللي تخنقتها مع إشام في المدرسة فبتقول لها إن إشام عنده حق لإن هي فعلا نكادية ولكن برضو مامتها بتقول لها إن هو ما يصحش يتخنق معها قدام الناس هنا شام بيبعت لها رسالة صوتية على المسينجر وبيعتذر لها فيها إن هو تخنق معها قدام الناس وبيطلب منها إن هي ما تقولش لسليم على أي حاجة غير لما يكونوا مع بعض وكفية إن نادية عرفة وبيرتب معها معاد إنهم يخرجوا ويتغدوا في مكانه ومعهم أولادهم بتدعم نادية مامتها أولى بعد إخنقت أبوها معاها وبتقول لها إن هي في صفها ولكن هنا أولى بتقول لها إن هي ما ينفعش تاخد صف حد فيه لإن هو برضو باباه بتدخل أولى على الفيسبوك بتاع هشام فبتلاقي هشام غير حالته الاجتماعية من متزوج لمطلب فبتتفاجأ أولى بكم تعليقات من بنات وستات بيبركوله على إن هو اطلب فبتدخن أولى وبتتغاز جدا وبتبقى عايزة تعمل زيه ولكنها بتتراجع وبتسيب حالتها الاجتماعية متزوجة بتلاقي أولى واحدة صاحبتها اسمها نسرين أونلاين ونسرين كانت أنتمية أولى ولكن هشام ما كانش عايزها تكلمها فخلها تقطع علاقتها بيها فبتتصل بيها وبتتفاجئ بيها نسرين وبتلومها شوية عشان سمعت كلام جوزها وأطعتها فبتقول لها أولى إن هي اطلقت فبتبرك لها نسرين وبتزغرت وبتقول لها إن هي رجعت مصر بعد ما ورست فلوس كتير جدا من أبوها وبيقرروا إنهم يتقابلوا سوا ويحتفلوا بطلق أولها بيتقابلوا فعلا وبيروح على بيوتي سنتر عشان أولى تعمل نيولوك جديد بتبدأ نسرين تقول لها كلام إن هي لازم تعيش حياتها وإن هي لازم ترجع تشتغل تاني وتسيبها من قاعدة البيت أو بتبدأ أولى فعلا تفكر في الكلام ده بيروح هشام ياخد أولى وأولاده عشان يخرجوا مع بعض زي ما اتفعوا ولكن نادية مش بترضى تسلم عليه وبيشوف هشام أولى بالنيولوك كده ولكنه مش بيبين أي حاجة وكأنها عادية بيروحوا يقعدوا في مكان وبيطلبوا أكل فبتقول أولى بترقائية للشام بأن الأكل اللي هو طلبه هيجيب له حموضة ولكنها بتتحرج لأنه كمان مش بيعلم بيبدأ هشام يتكلم وبيصرح أولاده بطلقهم مع بعض وبيوعد أولاده إن ما فيش أي حاجة تتغير في حياتهم وإن هو هيكون موجود معهم على طول وكل ويك إند هيشوفوا بعض هنا بيزعل سليم وبتزعل نادية رغم إن هي عارفة ولكن ما كانتش سمعت الكلام ده من أبوها قبل كده فبيطلب منهم هنا هشام إن هم يسيبوه مع أولا شوية فبيقوموا لأولاده وبيقعدوا لحدهم وبيبدأ هشام يكلم أولا في إن هي لازم تساعده شوية في حكاية الطلاق عشان يجبوها للأولاد واحدة واحدة خصوصا إن هو لسه عاوز يقول لسليم على جلسات العلاج بتاعته وبيفضلوا يتكلموا شوية وبعدين بتراوح أولا للبيت تاني يوم بتلم أولا جزم هشام كلها في كيس وبتديهم لسليم ابنها عشان ياخدهم معاه ويدديهم لأبوه لأنه رايح يقدم علي يوم عند نزل جدته وبتحط أولا في وسط الجزم دي صورة لهشام وهو صغير مع نزل مامته وسط الجزم وبتقول لسليم اديها لجدتك وبتكون أولا عملت كده لأن حماتها عملت لها بلوك وما رضيتش تساعدها إن هي ترجع لهشام بتروح بعد كده أولا تقابل نسرين ساحبتها وبيروحوا حفلة يحتفلوا بيها بتلاق أولا وهناك بيتعرفوا على اتنين ستات اسمهم باكو وكوكي وعد فيهم مطلقة والتاني أرمالة وبيكونوا الاتنين دول في نظر أولا ستات اندبندنت ومستقلين وبيبدأوا يرقصوا كلهم ويفكوا هنا أولا بتبدأ تتجرأ وتستغل اللحظة دي وبتدخل تغير على الفيسبوك الحالة بتاعتها من متزوجة لمطلقة وزي ما هشام استغنى عنها فأولا كمان هتقدر تستغنى عنه بيروح بعد كده هشام وعولا للبنك عشان يعملوا تسوية مالية فبتلاحظ أولا هنا بأن هشام ألعى ديبلة بتاعته فبتروح هي كمان ألعى ديبلتها بيقفلوا الحساب المشترك اللي بينهم وبتحولوا سوها بانتخالة هشام لحسابين واحد بتاع هشام والتاني بتاع أولا عشان يتحط فيه مصاريف نفقة ولادهم كل شهر بيعرض هنا هشام على أولا مصاريف زيادة بما أن هي ما بتشتغلش لكنها بترفض وبتقوله أن هي مش محتاجة منه أكتر من نفقة الأولاد فبتسألها هنا سوها وبتقولها طب هتصرفي منين فبتقولها أولا بأن هي هتشتغل وبيمضع الأوراق بتاعتهم بتنسى هنا سوها أنهم اطلقوا وبتسألهم إذا كانوا هيلب ودعوه تشريف ورانا على العشان ولكنها بترجع تاني وتعتذر وبتقول أولا أن هي نسيت فأولا بتقولها بأن رانا عزمتها ولكن هي مش هتقدر تروح وبيسألها شام إن كانت فعلا عايزها تشتغل فببصله أولا بنظر التحدي وبتقوله أن هي هتشتغل بيارد عليها أن هو يشوف لها شغل ولكنها بتقوله أن هي هتتصرف وأن هي مش محتاجة مساعدة بيتفقوا قبل ما يمشوا على أنهم هيتقابلوا تاني يوم عشان جلسة سليم ابنهم واللي هيقوم بالجلسة دي دكتور شريف فبتفجأوا هنا أولا وبتقوله أن هي هتروح لأزومة بتاع الشريف ورانا بعد ما كانت اعتذرت بتروح فعلا أولا لبيت وتتشايق جدا وبتروح لأزومة بتاع الشريف ورانا وبتكون نادية بنتها مش مبسوطة أن ما متها راح لأزومة دي ولكن أولا بتفهمها بأن أبوها خد منها كل حاجة فمش هياخد منها صحابها كمان بتاخد أولا معاه لصحابها وهي مشية هدية وتبقى الهدية دي مجموعة من الكريمات اللي هي بتعملها هندي ميد وبتعملها من مكونات طبعية بتروح لأزومة وبيكون هشام وسلمة هناك ومعهم واحد اسمه طارق زهني كان بيشتغل مع سلمة زمان في البن ودلوقتي يبقى شغال في البزنس ومعروف عنه أنه هو بيدعم أي مشروع وبينجحه بفضل خطته وبيكون طارق لسه راجع من دبي فبتعرفوا سلمة على أولا بأنها كانت طريقة هشام فبيرحب بها طارق جدا وبيبص لها بنظرات إعجاب فبيلاحظ هشام النظرات دي وبيكون قاعد غيران جدا ولما بيسألوا أولا عن نوع الشغل اللي هي بتشتغله أولا بتكون مش محضرة إجابة ولكن عينها بتيجي بسرعة على الكريمات اللي هي جايباهم وبتقول لهم أن هي هتصنع كريمات بمنتجات أورجانيك وهتبدأ تباعها وتسواها فسلمة هنا بتقول لها أنه ده صعب جدا ولكن طارق بيقاطحها وبيدعم أولا وبيقول لها أن أي مشروع دايما بيبدأ صغير وأن الفكرة بتاعتها بسيطة بس ممكن تنجح بيقعدوا سوا كلهم بعد العشاء وبيطلب طارق من أولا أن هي تحكي له عن مشروعها فبتقول لها أولا بأن هي بحكم دراستها للصيدلة عندها وصفات فرعونية من مواد طبيعية وكانت جربتها مرة على بنتها لما كان عندها حساسية جلدية ونجحت معاها وقتها لأن هي ما كانتش عايزة تديها أدوية عشان سنها الصغير فقررت أن هي تعمل تركيبة طبيعية لها ونجحت فبيقولها طارق أن هو يدعمها ويساعدها كمرش التجاري لها وبدو مقابل فبيدقي هنا هشام وبيضغاز وبيقوله أن ده مشروع صغير فطارق بيقوله أن أي مشروع بيبدأ دايما صغير هنا بتبدأ أولا تعجب بطارق وبتبدأ تفرح بأن فيه راجل مهتم بيها تاني يوم بيروح هشام وعلا وسليم ابنهم لدكتور شريف عشان الجلسة بتاعته فبيقولهم شريف بعد الجلسة أن هو مش عاوز يدي له أدوية وأنه عاوز يكسف معه الجلسات عشان يخرجوا من علم الألعاب الافتراضي اللي هو عايش فيه ولكن مش عايز يستخدم معها أدوية وبيقول لهشام وعلا أن دورهم هو أنهم يحببوه في الواقع اللي هو عايش فيه ويقربوا منه أكتر ويبدأوا يقننوا ساعات اللابة بتاعته بالتدريج بيمشوا من عند شريف وبتاخد أولا سليم بعد ما عاد الدكتور وبتقابل نسرين وبتحكي أولا أن نسرين ساحبتها عن المشروع اللي هي عاوزة تعمله وبتحكي لها عن طارق اللي هيدعمها ببلاش فبتتفاجئ نسرين جدا وبتقول لها أن الطارق ده مشهور جدا وقرصاته أصلا غالية وأنهم ما بيدعمش حد لما بيكون واثق أن المشروع بتاعه ده هينجح وبتقرر النسرين أن هي تحط فلوسها معاها وتشاركها في مشروعها ولكنها بتلفت نظرها أن الطارق ممكن يكون بيعمل كده عشان موجب بيها لأن ما فيش حد بيعمل كده ببلاش فبتقول لها أولا بأن خلاص رحت عليها فبتبدأ النسرين تقنعها أن هي لسه حلوة وجميلة بتطلب أولا منها أن هي توصلها هي والسليم عشان تلحق معادها مع طارق في الحسين وبتروح أولا فعلا وبتقابل طارق وبتلاقي قاعد مستنيها في قهوة بتعتذر له أن هي تأخرت فبيروح أيلها إذا تأخرت تاني مش هتلاقيني وبيطلب طارق من سليم أن هو يمشي وراه لأن ده معاد شغل وما كانش ينفع مامته تجيبه معاها أصلا بيدخلوا عند عطار وبيسألها طارق المميز عندها عن العطار فبتقول له أولا أن هي درست على عكس العطار وعشان العطار مش دارس فممكن نسبه تزيد أو تقل وبتقول له كمان أن هي هتوفر على ستات كتير بمشروعها ده وقت وأنه مش هيبقوا محتاجين ينزلوا للعطار ويعملوا المنتجات دي بنفسهم بيبدأ يقتنى طارق بتفكيرها وبيطلب منها أن هي تسمي منتجاتها وتختار لنفسها كمان اسم زي براند وما يكونش طويل وأن هي تجرب منتجاتها دي على ناس غريبة عشان يقولولها على رأيهم وما يكونش في مجاملة في الموضوع بتروح حول البيت وبتزورها نسرين وبيبان بأن سهير مامتها مش بتحب نسرين زي الشامة كان ما بيحبهاش بالظبط لأن هي شايفها متحررة جدا ولكن عولة بتقول لها مامتها بأن نسرين بقت شركتها في مشروعها فبتسكت سهير بتقرر بعد كده عولة تبعت على جروب الأمهات بتاع المدرسة كل المنتجات بتاعتها وبتقول لهم أن هي معها عينات لسه وصلة من دبي لكريمات جديدة وكلها طبعية وكمان ببلاش طبعا بيجي لها رسالة كتير من الجروب أن هم عايزين ياخدوا منها عينات للكريمات اللي ببلاش دي بتروح عولة لمدرسة تانيوم وبتقابل الأمهات وبتديهم عينات الكريم عشان يجربوها وبتديهم معها ورقة استبيان عن جودة الخدمة وبتطلب منهم أنهم يملوها بس ويدوها رأيهم بتروح بعد كده عولة مع ابنها سليم ونسرين تمرين الكرة في ملعب المدرسة فبيجي لها الأمهات وهم متضايقين جدا لأن واحدة منهم جربت الكريم ده وعملها التهابات في وشها فبتستنتج أولا أن هي ممكن يكون عندها حساسية تجاه مراكب معين زي أنها مثلا وأن كانت مفروض تعمل لهم اختبار حساسية الأول فبتعتذر لهم وكمان بتكتشف في اليوم ده أن سليم ابنها ملوش في الكرة وما بيعرفش يلعب تاني يوم بتروح عولها مع طارق ونسرين لمزرعة وارد عند واحدة ستة كانت بتتعامل معها الأول فبيلقوا هناك ابنها والاسم منتصر واللي بيكون بقين عليه خبرة في الورد والتركيبات العطرية هنا بيعجب طارق بمنتصر وبيحس أن هو شاطر لأن منتصر بعد ما شام كل واحد فيه وما أعرف نوع البرفيوم اللي هو حطه فبيطلب طارق من عولها أن هي تخلي منتصر ده شريك معاها لأنه هينفعها جدا وبيمتلك حسة شام قوية جدا وبيقول لها طارق أن هي ممكن تشاركه وتديله 10% بس وبتوافق عولها بتروح بعد جيدها عولها وأولادها ومعاهم سهير للبيت الجديد اللي اشتراه هشام قاعد فيه وبيكون هشام محضر لأولاده قوض عشان يباتوا معاه بتخلص عولها وبتروح تقابل نسرين وبتقول لها أن الطارق أعزمة عشان يحتفله بالشغل وبتقول لها كمان أن هي حاسة أن هو معجب بيها فبتروح عولها بعد كده تقابل طارق في المزرعة بتاعته وبيفهم طارق من عولها أن هي فكرة أن هو معجب بيها ولكنه بيفهمها أن الحياة مش بس أبيض وسود وأنه ما ينكرش أنه قال لها كلام كتير حاله وتبدأ بعد كده عولها تجاهز لشغله وبتطلب من هشام إذا حب يشوف أولاده في أي يوم تاني غير الويك اند يقدر يجي أخدهم خصوصا أن هي تبقى مشغولة الفترة الجاية بالمشاريع بتاعتها وبيوافق هشام على الكلام ده بيجي لها بعد كده منتصر وبتتفق معه هي ونسرين على الشراكة بما أنه هو خبير في المركبات الأطرية وعنده حاسة شام قوية وبيبدأوا يصوروا أعلان لمنتج الكريم وبينزلوا على النت وبتقرر عولها تسمي المشروع ده second chance يعني فرصة ثانية وما لقيتش عولها أنسب من الاسم ده تسمي للمنتجات بتاعتها لأن هي أكتر واحدة محتاجة فرصة ثانية بيجي العولها بقى من الوارد من طارق وكاتب لها في الكارت إن هي خلاص كده ما بقيتش محتاجة ليه في حاجة وبيبرك لها على المشروع بيجي بعد كده يوم الأوبن دي الموجود في مدرسة الأولاد وبتستغل عولها الفرصة دي وبتنزل منتجاتها مع بقية الناس المشاركين في اليوم ده وبتكون عولها مصورة مامتها على إعلان البراند بتاعها وينك بتتعرف عليها واحدة اسمها أونية دالي وبتكون أونية انفلوانسر مشهورة جداً وبتطلب من عولها أن هي تعمل معها مقابلة لأن هي موجبة بمشروحها جداً وعايزة تعمل معها فيديو فبتوافق عولها وبتديها رقامها بعدها بتمشي أمنية وعولها بعد شوية بتلاقيها فاتحة لايف من الموبايل بتاعها وبتستغرب إزاي هشام يحب بنت صغيرة كده وإزاي قدر يخش علاقة تانية بالسرعة دي طبعاً اللايف ده بتكون الناس كلها شايفاء فبعدها بيروح هشام لعولها وبيعتذر لبنته على اللي شافته ولكنها مش بتقبل اعتذاره وبتمشي وبتسيبه وهنا بتقول لعولها أن هو ما يصحش يصاحب بنت صغيرة كده وكمان بالسرعة دي فبيقول لها هنا هشام أن هو ما كانش يعرفها إلا بعد الطلاق عشان ما تفتكرش أن هو كان يعرفها قبل ما يتطلقه بعد كده بتنصحها نسرين وبتقول لها أن هي كمان لازم تشوف حياتها وتبدأ تنسى هشام وتتخطى الموضوع وبتنصحها أن هم يروحوا السوبر ماركت وهناك يعرفوا يلاقي طلبهم لأن الرجالة اللي بتبقى نازلة تشتري هتكون غالباً عزاب فبتقتنع عولها بكلامها وبيروحوا السوبر ماركت بتلاقي عولها راجل واقف لوحده فبتقرب منه وبتبدأ تتكلم معاه فبيفتكرها الراجل أن هي جاء تسرقه وبيخاف منهم وبيمشي هنا بيشوفهم دكتور مروان أبو زينة فبيبارك العولها على المنتج بتاحها وبيشكرها كمان أن هي بتخلي بالها من زينة بنته وبتعرفوا عولها على نسرين واللي بتسأله هو ليه لابس ديبلة خصوصاً أن هي عارفة أن مراته متوفية فبيقولها مروان عشان الستات اللي بيستادوا الرجالة في السوبر ماركت لما يشوفوها محدش منهم يقرب له بيبعد بعد كده هشام اللي عولها رسالة بيطلب منها أن هي تحاول تتقبل أمنية عشان الولاد هما كمان يتقبلوها وبيطلب منها أن هي تتغدى معاه هو أمنية بعد فترة بتاخد عولها النسرين ومنتصر محل كبير عشان يعملوه معرض ومصنع صغير للمنتجات بتاعتهم وبتقول عولها النسرين بأن هشام ببجحته وعزيمها عشان تتغدى معاه هو أمنية فبتقرر النسرين أن هي تروح معاها وبتقنق النسرين عولها أن هي تستخدم برنامج الموعدة عشان ترتبط بحد من عن نت فبتقتنع عولها بالفكرة وبتملع بياناتها وبتعمل أكاون وبيجي لها طلبات كتير جدا فبتقرر أن هي تجرب لأنها مش هتخسر حاجة وبتبدأ عولها تقابل الرجالة اللي بعتولها طلبات ولكن للأسف ولا واحد منهم بيطلع مناسب لها وكل مقابلاتها دي بتفشل وبتيقس عولها من فكرة البرنامج ده نهائيا ولكن بيجي لها رسالة من واحد اسمه يوسف عنده شركة سياحة وبيسافر كتير وبيقولها أن بينهم حاجات كتير مشتركة فبتقرر عولها أن هي تروح تقابله ولكن بيكون عندها مقابلة أهم وهي دعوة هشام وأمنية لها على الغداء فبتاخد عولها نسرين وبيروحوا يتغدوا معاهم وطبعا بيتفاجئ هشام لما بيشوف نسرين معاه لأنه كان مناعا أن هي تكلمها وبتعتذر هنا أمنية لعولها بأن هي ما كانتش تعرف أن هشام طليقها وبتصمم أن هي لسه عايزة تعمل معها المقابلة هنا هشام بيتكلموا بيقولها أن هما لازم يحاولوا يخلوا أولادهم يرضوا بالوضع الجديد ولكن أولا بتفهموا بأن الوضع الجديد ده مش عاجب حد خالص وأن بنته نادية يدوبك أمنية أكبر منها بكم سنة وبتسألهم أولا هيتجوزوا أمتي عشان تحاول تقنق أولادها ولكنها بتعرف من أمنية أنهم مش مخططين للجواز حاليا فبتحس هنا نسرين بأن أمنية مستبيعة ورمية نفسها على هشام وبتبدأ نسرين تغلس عليها ولما بيجي الجرسون عشان يسألهم هيتطلبوا إيه بتقول نسرين أن هما مستعجلين لأن أولا وراها معاد دلوقتي فلازم نمشي بيسأل هشام معاد مع مين فأولا بتقوله أن هي حرة وهو مالوش دعوة وقبل ما تمشي بتقوله أن هي عايزة تعرفه على يوسف اللي هي راح أتقابله وثابته ومشته وقايدة هيولع بتروح أولا بعد كده تقابل يوسف فبتلاقيه راجل أرستقراطي وشيك جدا وبيعود وبيبدأ ويتعرف على بعض أكتر وبتبدأ أولا تحس بأن هو معجب بيها وهي كمان بتبدأ تعجب بيه وبيقول لها يوسف أن هو بيحترم الست اللي بتشتغل وأن هي نموذج يتعمل له تمثال تاني يوم في بيتها أولا بيبدأ يجيلها طلبات كتير جدا وأردلات للمنتج بتاحها اللي اسمه فرصة تانية وبتكون نادية وزينة عاملين شغل جامل جدا في التسويق والدعيها على الإنترنت وسهير كمان بقت مشهورة جدا بوشها على الإعلان وبقى التريند كمان بتفرح أولا بأن مشروعها بتدعي يمشي وبتتصل بيها أمنية عشان تعمل معها اللقاء وبتوصيها كمان أن مومتها اللي وشها على البراند تكون موجودة معها في المقابلة وبتوافع أولا أن هي تعمل معها اللقاء بتبدأ أولا تزبط ديكورات محلها وتنزل بضعيتها وبيجي لها يوسف عشان يهنيها وبيكون جايب لها بيرفيوم هدية وبيرشلها منه وبيقرب منها عشان يشمه فبيدخل عليهم وانتصروا نسرين وبيعرفهم يوسف من ترقاء نفسه عشان كلام أولا عنهم وبيسلم عليهم ولكنه بيستأزم بعدها وبيمشي وبتقابل تاني أولا يوسف وبيعترف لها يوسف أن هو مرتح لها جدا وبيطلع لها هنا خاتم هدية وبيقول لها أن الخاتم ده ورسه عن جدة أمه وأن هو خاتم غالي جدا وبيلبسها الخاتم وبتتبسط أولا جدا بعد كده أولا بتبدأ تجاهز نفسها عشان تامل المقابلة مع أمنية وبتكون فعلا ممتها معاها بتروح لهم أمنية على المحل اللي اسمه كمان فرصة تانية وبتبدأ أمنية اللقاء بسؤال وبتقول لها أن هي شغالة في الموضوع ده من زمان اشمعنا دلوقت وهل يستحق الموضوع فرصة تانية فبتقول لها أولا أن الفرصة التانية دي للي ما عرفش يستغل الفرصة الأولى فبترد عليها أمنية وبيكون واضح أن الكلام عن هشام وبتقول لها بأن هي يمكن افتكرت الفرصة الأولى دي بتاعتها أو يمكن ضيعتها من إيدها بيخلصوا المقابلة وبعدها بتتفاجأ أولا بيوسف بيتصل بيه وبيطلب منها أن هي تبيع الخاتم اللي ادهولها وتحاولوا فلوسه لأنه هو في مستشفى غالية وبيعمل عملية فبتقول لأولا أن هي هتعمل كده وبتفل معاه وبتحكي النسرين فنسرين بتشكي فيه وبتاخد موبايل أولا وبتنزل صورة يوسف على صفحة بتفضح الرجالة اللي بينصبه على البنات باسم الحب فبتتفاجأ أولا بعد ثواني بتعليقات كتير من ستات كتير بيقولوا لها أن هو نصاب ومزور وبشتغل في غسيل الأموال وأن اسمه الحقيقي خميس فبيفضلوا يضحكوا هي ونسرين على حظ أولا بتقرر أولا يتغير نمط حياتها وتلعب رياضة فبتاخد نسرين ومنتصر وبيروحوا الجيم وهناك بتتعرف أولا على شاب أصغر منها اسمه آدم بيشتغل مخرج أعلانات وبيبدأ يدور بينهم كلام وبتعرفوا على بعض وبتعرفوا بعد كده على المنتصر ونسرين وبيعرف أن عيد ملدها أغرف فقبل ما بيمشي بيعرف منها اسم الفيسبوك بتاعه عشان يعمل لها إضافة في البيت بتكونوا أولا عاوزة تخلي سليم يشارك في أي أنشطة ولكنه بيقولها أنه هو مش بيحب الرياضة وبيقولها أنه بيحب التمثيل ونفسه يشترك في مسرح المدرس فبيروح سليم اختبارات الكاستنج بتاع مسرح المدرس وبيحفظ دوره وبيطلع المسرح يقديه فبيعه جبيه المخرج جدا وبيختاره معاه في فريق التمثيل بتروح قولها بعد كده تقابل أدم في الشركة اللي بيشتغل فيها وبتقوله بأن أكتر مبيعات عندها للستات الكبار بسبب إعلام مامتها وأن ده مأثر على المبيعات التانية عشان الصغيرين في السن بيخافوا يجربوا الكريمات بتاعتها وبتطلب منه خطة تسويقية وبيكون معها ورقة بالحاجات والرغبات اللي هي نفسها تعملهم ومنها أن هي نفسها تركب موتسيكل فبياخدها أدم فعلا وبينفز لها الأمنية دي وبيركبها على الموتسيكل بتاعه وبعدها بيودها تعمل تاتو على كتفه لأن دي كمان أمنية من بتوها وبيحقق لها أمنية التاتو وبعدها بياخدها يعلمها ركوب العجل تاني يوم في المحل بتاعهم بتلاحظ أولا أن منتصر بيعرف يركب برفنات بنسب مصبوطة فبتقترح عليه أنهم يعملوا فكر جديد للبيع ويخلوا كل زبونها هي اللي تيجي وتختار النسب اللي هي عيزاها ومنتصر يعمل لها المنتج اللي هي عيزاها وبيوافق منتصر بعد كده بتطلع أولها رحلة سفاري في الصحراء مع أدم وصحابه وبتودي أولادها قبلها لبيت جديدهم نازلي وبتبدأ تقضي أولها مع أدم وقت جميل جدا وبتحس أن سنها بيصغر معاه ولما بيحاول أدم يقرب منها بتفهمه أن هي أكبر منه في السن وكمان عندها أولاد بتخلص رحلة السفاري دي وبترجع أولها بتلاقي مامتها جايبا لها عريس وبيكون مستنيها في الصالون فبتخش أولها وبتبدأ تحكي قدامه عن التطول اللي هي عامله وعن رحلة السفاري اللي هي اللي سراجع منها فالعريس هنا بيدفش طبعا وفي اليوم ده بعد ما العريس بيدفش بتتخانق أولها مع مامتها عشان مامتها حست أن هي بتتصرف غلط فبتقول لها أولها هنا أن هي مش عايزة تبقى شبهها فبتزعل منها مامتها وبتقرر ترجع لبيتها بيجي بعد كده يوم البروفة بتاع سليم في المدرسة بتحضر أولها وهشام وبيكون معها أمنية فبتطلب أولها من هشام أن هو يوصل للولاد لأن هي عندها مشوار مهم فهشام هو كمان بيقول لها أن هو عنده مشوار مهم ومش هيقدر يوصله وفعلا بيوم هشام وأمنية وبيمشو ومش بيكمل هشام بروفة ابنه فبتضطر أولها تقول لناديا بنتها بأنه راه معاد مهم وبتمشي وبتسيبها بعدما بتتفق معها تبعد لها تاكسي ويوصلهم وعلى عكس ما اتفقت أولها والشام أنهم هيرعوا أولادهم بعد الطلاق بدأ كل واحد فيهم يشوف مصلحته ويعيش حياته وبتروح أولها لحفلة بتكون مش مناسبة لسنها وكمان بتلبس لبس مش مناسب لسنها وبتكون بتحضر الحفلة دي مع آدم بتروح تكلم نادية بنتها وبتعرفها أن هي هتبعد لها تاكسي ويوصلها هي وسليم بتخلص وبتتفاجر بأمنية والشام موجودين في نفس الحفلة تطلب لهم تاكسي وهيروحوا البيت بتروح أولها تكلم بنتها تطمن عليها فبتعرف أن هي في اسم الشرطة هي وأخوها فبتروح لهم هي وهشام وأمنية وبيلاقوا هناك دكتور مروان والولاد خارجين من الاسم وبيقول لهم حصل خير كل الحكاية أن سوايا تاكسي لأو مع مخدرات هنا أشان بيتخنق وبيتعصب على الأولاد وبيتهمها بالإهمال وأن هي سايبة أولادها وراح تحتفل مع أصحابها فأولا طبيعي قالت لي أن هو كمان كان في الحفلة فهشام بيقول لها أن هو عرض عليها قبل كده أن حد يساعدها في تربية الأولاد ولكنها رفضت فدزم بها وبيقرر هنا هشام أن هو ياخد منها الأولاد تاني يوم بتروح أولها لبيت هشام وبتترجم ما ياخدش منها الأولاد ولكنه بيقول لها أن هو ما كانش نوي ياخدهم فعلا وأن دي كانت لحظة غضب بتقبل أولها بعد كده قدم وبتفهمه بأن بينهم فرو كتير غير حتى موضفر السن وأنهم مش هينفاور طبطوا بعض وبتروح أولها بعد كده بيت مومتها عشان تصالحها فمومتها مش بترضى تفتح لها الباب وبتسمعها بس وهي بتكلمها من وراء الباب فأولها بتبدأ تعتذر لها وتقول لها كلام نطيف وبعدها بتمشي بتروح بعد كده سوها بانتخالة هشام لأولا المحل وبتقول لها أن هي جايبالها مستثمر كبير يكبر لها الشغل وأنها أخدت لها معا معاعد وبعد كده بتاخد أولا أولادها وتوديهم كامب وكان المفروض أبوهم هو اللي هيوديهم ولكن تعب والمفروض أنه كامب للأباء والأبناء من غير الأمهات وبيكون مروان كمان هناك ومعا بنته زينة فبيتفاجأ كابتن حسن صاحب فكرة الكامب بعولا وبيرفض وجودها ولكنه في الآخر بيوافق لما بيعمل تصويت على وجودها والناس مش بتمنع وجودها بيجي وقت النوم وبيتبات علا وناديا وزينة في خيمة وسليم ومروان في خيمة تانية وبتتفاجأ علا برسالة صوتية من سوها بتقول لها أن هي وقدرها معاعد تاني يوم مع المستثمر بتدقى علا أن هي مش هتعرف تروح تاني يوم بيبدأ كابتن حسن يقرى رسالة للأبناء للأباء وبيلفت نظره طفل بيقول بأن أبوه طول الوقت مشغول بالموبايل فبيقرر كابتن حسن يسحب كل التليفونات من المعسكر بما فيهم تليفون علا فبتقول لها أن هي بتشتغل ومحتاجة تليفون بتاعها فبيتري عليها كابتن حسن وبيقولها زي ما حضرتك شغالة كل الرجالة دول شغالين مش ستة بيوت فبتطلب منه أن هي تعمل مكالمة واحدة بس قبل ما ياخده وبتتصل بنسرين وبتديها رقم سهة عشان تاخد منها عنوان المستثمر وتروح له هي ومنتصر عشان يقدموا العرض بتاحهم ليه وبتبدأ علا تشارك مع المجموعة في الأنشطة المختلفة وبتروح نسرين لسهير مامة علا برغم أن هي مش طيقاها ولكنها بتترجاها لما علا تتصل بيها أن هي ترد عليها لأن هي عايزة تصدرها بالله الجوال كانب بتنتهز علا فرصة أن الكابت الحسن مش موجود وبتدخل تاخد تليفونها من وسط التليفونات بعد ما بتاخد التليفون بتروح تقعد مع مروان وبيبدأوا يتكلموا مع بعض وبيكون فيه نظرات إعجاب متبادلة ما بين مروان وعلا وبيقول لها أن هو كل مرة بيشوفها فيها بيلايها بتتقدم أكتر من الأول وبتزيد خبرة وبيبدأ يهزر معها وبيقول لها أن المكان هنا في الكامب مناسب جدا للي كانت بتدور عليه في السوبر ماركت فقالت له أن موضوع الارتباط ده ما بقاش في دمخها ولما بتسأله علا عن سبب صهره فبيقول لها بأنه هو مش جاي لنوم عشان بيفكر يكتب إيه في الجواب اللي المفروض كل أب بيكتبه لابنه فبتعرض عليه علا أن هي تساعده ولكنه بيقول لها أنه صعب أن هي تقنع بنت عندها 12 سنة بأن أبوها اللي اسمه دكتور قلب ما قدرش ينقذ قلب أمها وماتت بالقلب وأنه هو عوقات كتير بيتمنى لو كان هو اللي مات مش مرات وبيكون عنده في الوقت ده إحساس فظيع بالزم وبيقول لها كمان أنه هو عشان كده بيسيبها تبات عندهم وأنه هو بيجهد نفسه في الشغل عشان ما يبقاش عنده وقت يفكر في الموضوع ده فبتقترح عليه أولا أنه هو يكتب الكلام ده لأنه وصل من القلب ولو كتبه في الجواب أكيد زينة هتفهمه وهتحس بيه على الجنب الآخر بتروح نسرين ومنتصر يقدموا عرضهم للمستثمر ولكن بيكون واضح أن نسرين ومنتصر لبخوا في المقابلة وبتتصل بيهم أولا عشان تطمن فبيقول لها منتصر بأنهم بعد ما سموا عرضهم قال لهم أنهم ما يحدد لهم مع التاني بعد كده بتشوف زينة نادية وهي مشغولة مع ياسين فبتبدأ تغير وبالليل بتشوف زينة باباها قاعد لوحده مع أولا فبتتضايق أكتر بيحاول مروان يفهمها ولكنها بتمشي وتسيبهم فبتدخل أولا الخيمة لزينة وبتقول لها بأن ما فيش حاجة بينها وبين باباها فبتدخل نادية عليهم وبتسألها هي كانت فين بتنتهي زينة زينة الفرصة وبتقول لولا بأن نادية كانت مع ياسين زي ما انتي كنت مع بابا بتزعل زينة جدا وبتقول بأن كل الناس اللي بتحبهم بيبعدوا عنها وبتسيبهم وبتخرج فبتقول لولا هنا البنتها بأن هي مهما كانت أم كول فهي مش هتسمح ليها بأن هي تتعدى الحدود مع ياسين بيبدأ بعد كده الأباء يقروا الجوابات اللي كتبوها أولادهم فبيقرى مروان لبنته زينة كلامه وبيقول لها أن هو مش فايدها في حياتها وأنه عارف أن هي بتتمنى لو كان هو اللي مات مش مومتها وبيقول لها أن هي أكتر حد وحشه فبتتأثر زينة وبتعيق وفي جواب تاني بيصالح برضو كابتن حسن ابن ياسين وبيقول له كلام مؤثر جدا بيجي بعد كده الأولى تليفون بأن هشام جاله أزمة قلبية تاني ودخل المستشفى فبتسيب المعسكر وبتاخد أولادها وبرجعه بسرعة وبيكون معها مروان اللي ساب المعسكر ورح مع أولا بيروحوا على المستشفى فبيعرفوا من الدكتور هناك بأن هشام ركبوله دعامة بيتدخل أولا عشان تتمن عليه وبتكون هناك مومتها سهير ونازلي مومت هشام ولكن الغريب أن أمنية ما كانتش موجودة والأغرب كمان أن أولا اتصلت بيها وعرفتها أن هشام عمل عملية لما هشام بيبدأ يفوق بيكون أول حد بيسأل عليه هي أولا فبتقول أولا أن هي موجودة بيدخل مروان في الوقت ده وبيعرف منه هشام أنه كان مع أولا في الكامل وأنهم أول ما عرفوا جمع على طول وبيطمنوا مروان على صحته وبيقولوا أنه خلال يوم أو اتنين هيكون في البيت بيطلع الصبح وبيوصل مروان على لحد البيت فبتشكروا على وقفته جنبها بتدخل بعد كده أولا البيت بتلاقي نسرين بيتها مع نادية بنتها واللي أول ما بتشوفها بتنسى أن هي زعلانة من باباها وبتطمن عليه منها فبتوعدها أولا أن هي هتنام شوية وبعد كده هتاخدهم توديهم لأبوهم بتنام أولا وبتصحى وبتبدأ تتكلم مع نسرين قبل ما تروح لهشام المستشفى وبتوصف لها مشاعرها وبتقول لها أن هي متلغبطة فبتفتكن نسرين أن هي حبة مروان ولكن أولا بتقول لها أن هي مش بتفكر في أي حاجة دلوقتي غير هشام وأن هي عاوزة يقوم بالسلامة فبتسألها نسرين عن مروان فبتقول لها أن هي بترتاح معاه بس التوقيت غلط فهنا نسرين قالت لها أن هي من حقها تحب وتتحب فقالت لها أولا أن هو لسه لابس دبلة مراته في إيده وبتكلم عنها كأنها لسه عايشة ده غير أن زينة بنته أنتي متنادي يا بنتي فالموضوع هيكون صعب بنروح للمستشفى وبتكون أمنية بتأكل هشام ولكنه مش بيكون قادر يكمل أكل فبيزع لها سليم وبيقولها أن هي مش سمع أبوه هو بيقولها أن هو مش عايز يأكل بتبدأ في الوقت ده نزلي تلطف مع أولا وبتقول إن هشام ابنها محدش هينفع يصونه غير أولا خصوصا لما شافت لهفتها عليه وقد إيه هي كانت خايفة عليه بيتصل مروان بقولها عشان يتطمن على هشام وبيخلي بنته زينة تكلمها هي كمان وتتطمن على هشام وبتلاقي أولا أمنية خارجها معياتها من قضة هشام وبتتهمها إن هي مش عاوزها في حياة هشام وإن ده اللي كانت بتتمنى فبتحاول أولا تشرح لها بإن هي معملتش حاجة من كل اللي هي بتقوله ولكن أمنية بتعيط وبتسيبها وتمشي فبتقولها سهير بعدها بإن دي فرصة كويسة لها عشان ترجع لهشام خصوصا إن هو بدأ يحن ليها ولكن أولا بتقولها إن هي مش رخيصة للدرجة دي وإن هشام هو اللي سابها بقراره فارجوحها ليه لازم يكون بقرارها هي وإن مش معنى إن هو تعبن دلوقتي إن هي خلاص صمحته وبتقول أولا بعد كده لأولادها إن هم يستعدوا عشان يقوموا وعشان يسيبوا أبوهم يستريح ولإن وراهم مذاكرة فبيطلب منه هشام إن هو لما يخرقوا من المستشفى يقعد معهم يومين أو ثلاثة عشان يكون وسط الأولاد فالكل طبعا بيوافق وبتدبس هنا أولا بيخرج هشام فعلا من المستشفى وبيروح بيت أولا وبيدخل يلان في قط النوم وبتنام أولا في قطة الأولاد تاني يوم الصبح بيطلب منه هشام إن هم يعودوا يتكلموا ولكنها بتقولوا إن هي وراها شغل وبتسأله عن أمنية وإن كانوا تخانقوا ولا لا فبيقولها هشام إن هم مش متخانقين فبيقول له هشام إذا كانت عايزة تيجي تزوره هنا فما فيش مشكلة وبتطلب منه هشام بزوق إن هو يسيب البيت ويروح يوض عند مامته ويشوف الأولاد برضو في أي وقت يحبه ولكن بتدخل أمها كالعادة وبتحاول تصلح ورها الكلام وبتسأل هشام يحب يأكل إيه بنروح بعد كده للمحل وبتكون هشام بتحكي النسرين إن هي خايفة تتأثر وترجع تاني لهشام خصوصا إن أمامتها عايزها ترجع له فبيقولها هنا النسرين إن أول حاجة هيطلبها منك لو رجعته لبعض إن أنت تقطع علاقتك بيها فبيتهزر هنا علا معاها وبتقولها إن هي لا يمكن تقطع علاقتها بيها مهما حصل بيجي تلفل علا من سهة وبتكون جايبالها فرصة أخيرة من المستثمر عشان تقدم له العرض بتاحها وبتديها معاها معاها في الوقت ده بتروح أمنية بيتها علا عشان تزور هشام فبتفتح لها سهير بالوش الخشب وبتدخل أمنية تقعد مع هشام وبتكون طبعا سهير قاعدة سامعهم من غير ما ياخدوا بالهم فهنا بيطلب هشام من أمنية إنهم ما يسيبوا بعض خصوصا إن هو بقى عنده القلب وعمل عمليتين ومش هيضريب أمعها لإن المرض كشف فرق السن بينهم ده غير تغيير معايد ونظام أكله وحياته وإنه بكده هيظلمها معاه لإن هي لسه شباب فبتعايت أمنية وبتقوله إن هي كانت بالنسبة لي زي المتسيكل اكسسوار جديد حب يجربه بعد الطلاق وبتقوله إن هي كانت فاكرة إن هو بيحبها بجد وبتتمنى له بعد كده التوفيق وبتسيبه تمشي بالليل بتكون أولا راجع من الشغل وبتبعت رسالة المروان وبتطلب منه إن هي عايزة تشوفه وبتدخل بعدها البيت فبتلاقي شريف ورانا ومعهم سالمة جايين بيزوره هشام فبتسلم عليهم وبتعتذر لهم لإن هي عندها شغل مهم وعايزة تكمل الشغل في قضيتها بتطلع ورها مامتها وبتطلب منها إن هي تفكر تاني عشان ترجع لهشام لو مش عشانها عشان الأولاد فبتقول لها هنا أولا إن هو اللي تسرع ومفكرش فيها ولا في الأولاد ورح ارتبط بعيلة صغيرة فبتقول لها سهير إنهم سابوا بعض خلاص وبتأكد لها إن هي سمعتهم فبتستغرب هنا أولا وبتسكت وبتقول لها مامتها هنا بإن تعب هشام ده ممكن يكون ناعمة ربنا بعيدها عشان يقربهم تاني لبعض وبتطلب منها إن هي تفكر تاني في الموضوع وبيقعد هشام مع أولا وبيفكرها بذكرياتهم ساوا فبتقول له إن هي استحملت زيه كتير مشاكل الحياة اليومية وإنها كانت صبرة ولكنه هو قرر ينط من المركب ويسيلها لوحدها فبيبص هنا هشام في الأرض وبيحس بالندم وبيطلب من أولا إنهم يرجعوا تاني لبعض ولكنها بتقول له إن هي مش موافقة عشان ده مش فندق يطلع ويرجع بمزاجه وقت ما يحب فبيتقسف لها هشام وبيبدأ يعيط وبيرجع يقول لها إن زي ما البراند بتاعها اسمه فرصة تانية هو بيطلب منها فرصة تانية ولكنها بتقول له إن هو أخد فرصته التانية يوم ما قرر يسيبها وأخيرا بتطلب منه إن هو يروح يقعد مع مامته بتروح بعد كده أولا ونسرين ومنتصر وبيقدموا عرضهم للمستثمر ولكن المراضي بشكل احترافي ومرتق فبيسأله أولا إذا كانت بتعمل كمان منتجات للرجالة فبتقول أولا هنا فعلا إن هي بدأت تعمل منتجات للرجالة وبتنزل حاجات للعناية بالشعر والبشرة بتروح بعد كده أولا تقابل مروان وبيتقابلوا على مركب في النيل وبينهي معها علاقتهم من قبل ما تبدأ وبيقول لها إن هي ستة عظيمة ولكن التوقيت هو الغلط وإن هي عمرها ما هتعرف تهتم بي وهي مشغولة وبيطلب منها إن هي لما يبقى عندها وقته تبقى فاضية تبقى تكلمه وبيوصل المركب للمرسى وبينزل منه مروان فبيسألها هنا المركبة إذا كانت هتنزل أو هتكمل لوحدها فبتقول هنا أولا إن هي هتكمل لوحدها وبيمشي مروان بعد ما بيسلم عليه وبتكمل أولا الرحلة لوحدها